أرجع من جديد لزميل السادة عمر ذيباني هلو سهل أبو سراج يا مرحبا حياك الله و بياك عادي نسميك أبو سراج مرحبا بنال في أي حاجة منك حلوة أبو سرج أنا أنا ودي أبسر لا 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 احنا ضبطنا الأمور عمر حبيبي يا مرحبا سعيد سعيد باتصالك أقلبي الله يحييك والله يبارك فيك أولا شفنا لقطات من البرنامج زميل عمر وكان صراحة يعني تحمسنا ما كان ودنا يكون برومو كلمنا عن البرنامج وتجربتك فيه لا أقل ولا أكثر أولا يا مرحبا بكم مرحبا بالمتابعين وحقيقة يعني النخبة اللي في قناة المجل سواء المقدمين أو الإعداد يعني عمل احتراثي رائع أنا حقيقة انظهرت من جودة التنظيم وكذلك الإخراج والمنتقش يعني أنا أتوقع طبيعي لتميز متابعيكم فهذا يعني أطل رائع وأنا حقيقة استفدت من الأشياء اللي يستجد من الواحد أن يطور نفسه من خلال احتكاكم على الآخرين نعم فوجدت عمل احترافي رائع حقيقة أشكر جميع عليه في قناة المجل جميل جميل يا عمر طبعا نحن سعيدين بك ونتشرب بك وجودك معنا في هذا البرنامج بس يا عمر عندي سؤال كذا أباسلك أنت ليش اخترت مسار التاريخ أنك تتكلم في التاريخ والقصص فكثير يجيهم تساؤلات ليش اتكلم في هذا الشيء فعطنا إجابة جميل دائما عندي أسئلة ليش وقع الأمر هذا مثلا الحدث هذا ليش حدث أو تصرفات شخص معين شخصية تاريخية مثلا حصل منها هذا الفعل فحتى تفهم الحدث حتى إلى وقتنا هذا لازم أنك تعرف الحادثة اللي قبله حتى كونت الحادثة اللي نحن فيها فهي مترابطة وحتى تفهم يجب أنك تفهم السيرة التاريخ السابقة وهذه المسألة المهمة يعني حتى القرآن ركز عليها يعني ثلث القرآن قصص ويتكلم عن التاريخ ففيه عبرة وفيه بأيضا تفهم تفهم السياق الحياة اللي نحن عايشين فيها كيف وصلنا للوضع اللي هو الآن وكيف أنها ممكن نغير في المستقبل فحتى تجيب على أسئلة كثيرة لازم أنك تفهم التاريخ حتى تقدر تجاوب على الحاضر هذا اللي يشدني عن التاريخ طيب مثلا عمر خلي أطرح عليك سؤال بطريقة ثانية نحن نعرف أن التاريخ هو أما تاريخ دون أو تاريخ لم يدون والتاريخ الذي دون أما أن يكون تاريخ بقي على أصله أو حرف فما بقي على أصله فلا حديث عنه لكن ما حرف وما لم يدون هذه الأسئلة أنت تجاوب عليها في ثنائي قصصك وإراداتك أو أنت تتطرق إلى ما دون ولم يحرف وتتركه يعني وتسرده بحيث أنه ما يغير يعني من معالم فترة معينة في القصص يعني في نوعين أو ثلاثة أنواع النوع قصة غير مؤثرة في الواقع الحالي يعني مثلا بعض القصص قريبة من الأساطير أو أخرى فهذه ما لها تأثير كبير فتروى كما وردت يعني ما فيش كالية لكن الأحداث اللي يكون فيها يعني تسلسل معين أو أنه مؤثر على أمر آخر لازم نستخدم المنطق والتحقيق العلمي في إثبات النظريات يعني نعرف أن المحطط من حقه يدلي برأيه في بعض القضايا اللي يعني نجتمع عنده مجموعة من الأدلة التاريخية ففي الأخير يقول وأرى كذا لكنه يذكر مجموعة من يعني الأفكار المنطقية أو التسلسل العلمي اللي فلا يستنتج هذه الحقيقة اللي يوصل لها فهي تدخل يعني في مرحلة جدلية لكن يعني الأفضل هو اللي يقدر يعطيك أدلة منطقية تقنعك بالفتبة اللي يوصل لها يا سلام يا سلام حقيقة أن كلنا انتظار لإطلالتك في هذا البرنامج ومع الزملاء أيضا والشباب وبإذن الله تعالى أننا يعني يكون البرنامج جوء استمرارية كبيرة وأكثر من دورة برامجية شكرا لك الزميل عزيز ومقدم برنامج لا قال له أكثر أستاذ عمر ذيبان ترجمة نانسي قنقر